في تصرح خاص لمركز الأخبار أشاد سعادة السيد كسابا كروشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بدور مملكة البحرين كأحد الأعضاء الفاعلين في الجمعية العامة منوها بما حققه نهجها الدبنوماسي وتوجهها من أثر ملموس وأشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أنه لمس خلال لقائه مع جلالة الملك المعظم مؤخرا ما يحمله جلالته من رؤية واضحة للمستقبل في معرض حديثه عن أهمية زيارته إلى مملكة البحرين والتي تعتبر هي الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية أن تهدف إلى بناء التحالفات والتعاون مع مملكة البحرين تضم الأمم المتحدة 193 دولة ومملكة البحرين من هذه الدول التي تمتلك تأثيرا كبيرا بسبب دبلوماسيتها وبسبب نهجها وكيفية التعامل مع بعض القضايا إنه أحد الأسباب التي تجعل البحرين مركزا إقليميا للأمم المتحدة فهنا في البحرين أكثر من 20 وكالة من وكالات الأمم المتحدة لديها تمثيل محلي وما يتعلق بالشرق الأوسط في البحرين تعتبر عضوا مهما في مجلس الأمن إلى جانب 14 دولة أخرى في العالم وتتحمل المسؤولية الرئيسية فيما يتجه العالم من حيث الحرب والسلام إلى جانب دورها المهم في مجلس حقوق الإنسان البحرين بلد كريم جدا يدعم الجهود الإنسانية بسخاء وخلال لقاء مع جلالة الملك أخبرني أن جميع الأنشطة الإنسانية للبحرين التي يتم إجراؤها في الخارج تتم بالتعاون وعبر وكالات الأمم المتحدة لذا فإن البحرين شريك قيم للغاية للأمم المتحدة وخلال اللقاء أشاد بالتقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة كنت الرئيس المشارك لمفاوضات الأمم المتحدة منذ سنوات عديدة والتي أسفرت عن أهداف التنمية المستدامة عندما جمعت نتائج المفاوضات الطويلة التي أسفرت عن الأهداف السبعة عشر كنت متفائلا للغاية عندما أرى أن البحرين متقدمة جدا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنها حولت هذه الأهداف إلى استراتيجيات وخطط وطنية يتم تطبيقها على أرض الواقع إضافة إلى إنشاء وزارة للتنمية المستدامة وهذا أمر متقدم على صعيد تحقيق التنمية وعندما ننظر إلى ما تقوم به البحرين من سياسات تتحول إلى الاستدامة فهذا أمر مطمئن للغاية سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار إلى أهمية هذه الزيارة التي أتاحت الفرصة له للتعرف عن قرب عما تعيشه مملكة البحرين من تسامح وتعايش بين جميع الأديان والطوائف على أرض الواقع ومشيدا بتجربة مملكة البحرين في دعم الشباب وتمكين المرأة في جميع المجتمعات تعتبر البحرين من أكثر الدول ذات المشاركة الفاعلة والبناء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لذا فإن الغرض من زيارة هنا هو إيجاد تحالفات وإيجاد تعاون مع الحكومة ومع جلالة ملك البحرين لمساعدة الدول الأعضاء على التقدم في التحول في الاستدامة والاستعداد للتحديات التي تنتظرون كما أن هدف الآخر من المجيء إلى هنا هو أن أرى بنفسي ما قرأته في الكتب والتقارير المختلفة أنه من الممكن حتى في بلد صغير حيث يمكن للمجتمعات المختلفة والمتنوعة سواء كانت مجتمعات دينية أو عرقية العيش والعمل ونزدهر معا رأيت أمثلة جميلة جدا أتمنى أن يحصل العديد من القادة على نفس الجولة التي أتيحت لي للمشاركة فيها يوم أمس أخيرا وليس آخرا أردت أن أقابل الدبلوماسيين البحرينيين الشباب قادة المستقبل لمناقشة شعورهم في هذا العالم وكيف يستعدون لهذا العالم وكيف يتم تحديث معرفتهم لتحديات الغد أخيرا وليس آخرا ناقشنا مع وزير خارجياتكم ومع جلالة الملك مسائل الأمن الإقليمية وفي ختام اللقاء أشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بجهود الدول التي تقوم ببذل الجهود وتحمل المسؤولية ومعالجة هذه القضايا ومنها مملكة البحرين معربا عن تقديره وامتنانه لمساعيهم من أجل البشرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر